المتابعين الكرام في الأردن أسعد الله ووقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأسبوع الأول من شهر يناير كانون ثاني لهذا العام الجديد نسأل الله يجعله عام خير وبركة عليكم جميعا قد أصدرنا في وقت سابق توقعات الجوية الشهرية لهذا الشهر التي تفيد بأن المملكة وعموم مناطق شرق البحر الأبد المتوسط بما فيها بلاد الشمس تتعرض خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر القسم الأول هذا الشهر بموجة دفئ والحباس مطر للأسف واستقرار على الأجواء على أن ذات المؤشرات تشير أيضا من عودة فصل الشتاء من جديد وتتالي المنخفضات الجوية مرة أخرى اعتبارا من القسم الآخر والاقترام من المنتصف الشهر والقسم الآخر من شهر هذا الأسبوع الأجواء مستقرة تماما في أغلب ومعظم والأجواء أيضا تكون أحيانا ذات درجات حارة مرتفعة عن المؤداء سنستعرضها الآن بعد قليل نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية لذهار يوم الأحد حيث تسوي الأجواء مستقرة في عموم المناطق درجة الحارة تقريبا في العاصمة أمان تصل إلى حدود 16 درجة مؤوية في ساعات النهار أجواء مشمسة في باقي المناطق هذه السحر الغيوم هي غيوم متوسطة وعالية إجمالا درجة الحارة في العاصمة كما ذكرنا 16 درجة مؤوية في ساعات النهار 9 درجات مؤوية في ساعات الليل 14 درجة مؤوية في جبال الشراء تصل إلى حدود 23 درجة مؤوية في خليج العقبة أما في البادية الجنوبية فتكون 18 درجة مؤوية وفي رويشد المنطقة الشرقية تصل إلى 18 درجة الحارة تقريبا إلى 18 درجة مؤوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم الخاصة المتوسطة والعالية ترتفع في إربد شبالا درجة الحارة إلى حوالي 21 درجة مؤوية يوم الثنين يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية خاصة على المنطقتين الشمالية والوسطة بالرغم من بقاء درجات حارة على ما هو عليه لكن تزيد هذه الرياح من الشعور بالبرودة حتى أن درجة الحارة مثلا في العاصمة ما في 16 وفي إربد 20 لكن ربما نشعر أن درجة الحارة أقل من ذلك استقرار تام في الأجواء في باقي مناطق مملكة تكون تقريبا حوالي 18 درجة مؤوية في المنطقة الشرقية تكون 16 في البادية الجنوبية في جبال الشراء 15 درجة مؤوية وفي خارج الأقبة ترتفع وتبقى في ساعات النهار بحدود 23 درجة مؤوية وتكون في ساعات الليل ما بين 14 إلى 15 درجة مؤوية والأجواء مستقرة عموما بالانتقال إلى يوم الثلاثاء تبقى الأجواء مستقرة في معظم مناطق ونالك لا تغيير يذكر على درجات الحارة ظهور لكميات من السحب والغيوم استمار نشاط الرياح قليلا الجنوبية الشرقية خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطة من الملكة كما نراح درجاتها يوجد تغيير كبير عليها 16 إلى 19 درجة مؤوية في العاصمة وإربد تكون 24 درجة مؤوية في العقبة 15 درجة مؤوية في جبال الشراء و17 درجة مؤوية في البادية الجنوبية مع ظهور لكميات من السحب المتوسطة والعالية يوم الأربعاء يتوقع أن تبقى درجات حرارة على ما هو عليه الأجواء غالبا مشمسة مستقرة درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة لمثال وقتنا العام ويوم الخميس هناك يتوقع ارتفاع آخر على درجات الحرارة وأجواء مستقرة تماماً ومشمسة في المملكة درجة حرارة ثلاثة العاصمة ما نقتص ما بين 17 إلى 18 درجة مؤوية 21 درجة مؤوية في المناطق الشمالية من المملكة 15 تلقى في جبال الشراء 19 درجة مؤوية في البادية الجنوبية تلقى في العقبة تقريباً 23 درجة مؤوية في ساعات النهار وتصل أحياناً إلى 24 أو 25 في بعض المناطق في خارج العقبة وتكون في أرويش 19 درجة مؤوية والأجواء كما تراحضون يوم الخميس المقبل أجواء مشمسة تماماً في أغلب ومعظم مناطق المملكة بانتقال إلى يوم الجمعة هناك ارتفاع والمزيد للأسف على درجات الحرارة نعلم أن هذا التقص غير طبيعي لكنه متوقع أن يسود لفترة تقريباً حوالي أسبوعين هناك حباس مطري وموجة دفئ درجة حرارة في العاصمة عمال ما بين 18 إلى 20 درجة مؤوية تصل في إربد إلى 21 أو 22 أجواء مشمسة في بعض المناطق قد تكون أجواء كأنها ربيعية مثل مناطق الأغوار والبحر الميت وحتى خليج العقبة التي قد ترتفع بها درجة حرارة إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار والأجواء تكون يعني لاستيقل أنها ربيعية ولكنها أدفع بكثير مما هو معتاد عليه كما نراحض حتى أنا في البحر الميت تقترب من 30 درجة مؤوية تكون في جبال الشربة بين 15 إلى 17 درجة مئوية و20 درجة مؤوية في البادية الجنوبية وفي مئة نظرنا إلى رويشت تكون تقريبا درجة حرارة حوالي 19 درجة مئوية في ساعات النهار والأجواء بوجه عام مشمسة مستقرة تماما هذا هي توقعات الأحوال الجوية في المملكة لهذا الأسبوع هناك دعوة خاصة للإخوة المزارعين بضرورة الانتباه بشح الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة وبضرورة ري المزرعات تكرارا ومرارا لتعويض نقص التربة من هذه الأمطار أيضا نود إعلامكم هناك نشرة جوية شهرية قد صدرت ممكن أن يكون متابعتها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق وردت نص على تفاصيل الأحوال الجوية متوقعة خلال هذا الشهر الذي متوقع أن يشهد انقلابا في الأجواء خاصة مع الاقتراب عن متصف هذا الشهر بمشيئة الله تعالى هذا كنكم علينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذا الأسبوع أتمنى أن يكونوا أسبوع خير وبركة عليكم جميعا دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة